فيديو رقم اتنين لو نقدر نشوفه نشوفه برضو وظيفة العدسة دي حاجة في ممتال الأمية لأن العدسة بتنقبض وتنبسط عند القراءة وعند البعض صورة دي صورة عبقرية فيديو عبقري لنده متصور من داخل العين شايفين الجزء الهدبي ده والعدسة على يمين الشاشة وي بتنقبض فالعدسة تتكور فنقدر نجيب الصورة القريبة على الشبكية تنبسط فنقدر نشوف الصورة بوضوح على الشبكة العدسة جابت وشافين العلمين دي شفافة تماما والصورة دي متاخدة من جوه العين وهي بتنقبض وبتنبسط جوه عين ارد هنا مش جوه عين انسان طبعا والارد كان متخضر ونقدر نشوف الوظيفة المهمة جدا دي العدسة قلب اللورية في الانقباض والانبساط عشان تساعد على الاراية في جزء من جزء من جزء من ثانية ودي الحقيقة بقرية الخلق في تكوين في التكوين الحقيقة ان احنا نقدر نشوف من في ثانية قريب ووضوح ونقدر نشوف في جزء من ثانية الامر والنجوم والكواكب بنفس الوضوح مفيش جهاز يحاكي هذا الاتقان وهذه السرعة مفيش كاميرات في الدنيا تحاكي الكاميرا نقدر نغير الفوكس نقعد نزبط الفوكس احنا كاميرتنا شغالة اوتوماتيك بالاحساس الضوئي